لا شيء يوحي بمساعي دبلوماسية قبل ضرب ليبيا أو على الأقل الميليشيات المسلحة وداعش وزعماء الحرب إلا زيارة مادلين أوربرايت إلى تونس ولعلها ستلتقي سراً بالأطراف الليبية ذلك ما أن تمر هذه السيدة حتى تستمع خلفها إلى أزيز الرصاص المعلن أنه لا مفر من ضرب داعش لا من أجل داعش والتطرف الإرهابي الذي أصبح يهدد أوروبا ولكن سيتم ضربها لتأمين أبار النفط وتأمين اللواء حفتر أمريكا مصرة وقد حركت أسطولها ولعل رجال المهمات الخاصة نزلوا إلى الميدان تمهيداً للضرب إيطاليا المعنية لا تريد التورد فرنسا عن طريق سفيرها بتونس تبدو غير عابئة هذا الجانب السياسي غامض حتى في موقف تونس التي ستجد نفسها في المواجهة لتباعات الحرب على ليبيا اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً تبدو بدون موقف إلا في بعض التصريحات التي تعبر عن التخوف والانتظار الممل حتى أن البعض بدأ يشكك في طبيعة الضربة في ليبيا إلا المحللين العسكريين وكأن هناك شيء ما يحدث معلن وخفي بين الواقع الميداني والتخريف السياسية طبيعة الضربة مختلف بالفعل لأن أمريكا ستحارب لأول مرة تنظيماً وليس دولة تنظيماً ربما سنعته هي فأفلت عنها لذا جابت في ذهننا أسئلة كثيرة طرحناها على العميد مختار بن نصر الخبير في الشأن العسكري حتى نفهم التدخل العسكري في ليبيا أصبح من أمر واقع والمسألة هي مسألة وقت وبالرجوع إلى تصريحات كل المسؤولين عسكريين أو سياسيين أو ديبوماسيين في أوروبا أو في أمريكا نستشف أن هذه العملية يهيئ لها منذ مدة وحان وقت تنفيذها اليوم اليوم داعش منتصبة في جهة سيرت لكن عندها محاولات الاستلاء على أجدابي والمثلث النفتي واليوم أصبح من الضروري التدخل لحد أو لن من توسع داعش في المنطقة وثانياً القضاء عليها نظراً أنه المعركة ضد الإرهاب والحرب ضد الإرهاب بدت منذ مدة وهي متواصلة ومتدى دلتها اليوم موجودة في ليبيا كما هو الشأن في سوريا وفي العراق اليوم إذن تم الالتفات على اتحاد الأوروبي لليبيا لعدة أسباب أولاً أسباب بالأمن ليبيا على بعد 60 كيلومتر من الجزر الإيطالية وهذا يهدد أوروبا بصفة عامة والناحية الثانية هي اقتصادية نذكر فقط لليبيا عندها الاحتياط الأول في إفريقيا من النفط بما يقدر تقريب 74 مليار متر مكعب برميل من النفط إذن هذه الثروة لا يمكن تركها بين أيدي مجموعات إرهابية أو إلا مجموعات مضطرفة يمكن تعمل بها ما تريد هو في الحقيقة مواقف دول الجوار منذ مدة كان منسجم خاصة الجوار العربية مصر وتونس والجزائر كان الجميع يرفض التدخل العسكري في ليبيا نظراً لما لذلك من تدعيات على كامل المنطقة وعلى بلدان الجوار أساساً ونظراً أن هذا التدخل سوف لن يزيد إلا الطين بلا وسوف يعقد المسألة أكثر من اللازم وربما يذهب بمقدرات ليبيا ويجعل فيها استعمار ثويل المدى إذن الجميع كان متفق على أن أي ضربة في ليبيا هي خطيرة ولا بد من يوقوف ضدها لكن اليوم بعد أن حسم هذا الوضع بعد أن تردى الوضع الليبي بشكل كبير بعد أن أصبح المجتمع الليبي غير قادر على إيجاد حلول سياسية بعد أن فشلت الحكومة في التشكل وفشل البرلمان في الاعتراف بها إذن أصبح الأمر متردي وخرج الملف برمته من أيدي المسؤولين العرب من جامعة عربية من دول الجوار إلى جهات أخرى اللي اليوم مع أن نشألها حتى قدرة لا عسكرياً ولا دبلوماسياً إذن الموضوع اليوم مش في إيدينا يريد من يريد أو يعارض من يعارض القرار اتخذها وسوف يوضع الجميع أمام الأمر المقضي أنا أقول أنه لا أحد اليوم يمكن يمنع أمريكا وحلفائها في أوروبا من أن تقوم بهذه الضربة ضد ليبيا لكن ما يمكن فعله اليوم قبل فوت الأوان هو منع أن تدمر ليبيا نهائياً منع أن تقسم ليبيا ومنع أن توضع قواعد عسكرية في ليبيا ربما هذا يمزل نجم تحدث فيه أما ما زاد على ذلك يعني الضربة آتية نظراً أن المجتمع الدولي قرر ذلك وسنرى أن بمجرد تتشكل هذه الحكومة الليبيا المرتقبة في صيغتها الجديدة سوف تطلب من الأمم المتحدة التدخل لكي تعطي الغطاء الشرعي لأمريكا وللحلف الأطلسي للتدخل الضربة العسكرية سوف تكون لها تداعيات عدة على تونس تداعيات أمنية وتداعيات اقتصادية واجتماعية لكن نأخذ الجانب الأمني أحنا نتوقع أن يهب العديد من سكان ليبيا عائلات وأفراد نحو الحدود التونسية نظراً أن الضربات ستكون مكثفة على المناطق الأهلة بالسكان وهي قريبة من تونس أكثر من البلدان الأخرى إذن ستكون هناك هجرة مكثفة ووسط هذه الهجرة والعائلات المتعددة التي تأتي على مدار الساعة إذا ما تكثفت الضربات أعتقد أنه من الاحتمال أن يكون بين هؤلاء إرهابيين فارين أرض المعركة أو إرهابيين مندسين أو ناس حاملين للسلاح وفي كل هذه الاحتمالات هناك صعوبة جمة للتفطم أولاً وعلى الوحدات العسكرية والأمنية مزيد اليقظة وتركيز ما يجب من الأدوات والآلات والتجهيزات لكي يتم التفطن إلى حملية السلاح المتوجهين نحو تونس في غمرت الفوضى التي ستحدث تماماً يعني الخطر هو موجود ومنذ مدة هناك خطر ورأينا كم من مرة سيارات مجهزة بالأسلحة تحاول المرور إلى تونس عملية تهريب مازالت مستمرة وما قامت به من تونس هي ركزت منظومة أمنية متكاملة ومتناسقة أمنية عسكرية فهي رجال الديوانة أيضاً والحرص الوطني وكل هذا للتفطن لكل التسللات ولي منحها إن أمكن ثم نذكره لتونس عاملة نظام كامل تم منطقة عسكرية عازلة في الجنوب تم مناطق عسكرية موحدة فهي قيادات عسكرية وأمنية موحدة وكذلك هناك الحاجز الترابي المراد بخندق يعني أصبح اليوم مائي بحكم تهات الأمطار في الجنوب إذن هذا كله ما كان من أن يمنع التسربات وعملية التهريب ورأينا كم من مرة تعلق سيارات ومجموعات أما في الحاجز الترابي أو في الخندق وهذا أدى بالطبع إلى نتائج طيبة واليوم يدعم بترتيبة عسكرية على الميدان في شكل دورية ثابتة ومتحركة واستطلاعات جوية يومية وتكثيف المراقبة إذن هذا كل يعطي نتائج ربما مضمونة لمنع أي تسلل إلى تونس وكذلك لصد عملية التهريب أنا أعتقد هذه العملية مرتبطة أولا ربما بتشكل الحكومة الجديدة لكي تعطي الضوء الأخضر في إطار طلبها من الأمم المتحدة تدخل ويكون هذا الأجدى وهذا الأكثر يعني من ناحية القانونية قربا لتنفيذ هذه العمليات وهذا ربما مربوط بنهاية الشهر حالة ما تتشكل هذه الحكومة تطلب من الأمم المتحدة التدخل ويكون الحلف جاهز وهو اليوم على قدم وساق هناك استطلاعات جوية هناك حضور عسكري على الميدان هناك تحركات وأنا أعتقد أن العمليات الأولى بدأت نظرا أنه قبل يوم أمس هاجمت طيارة مجهولة الهوية درنة ورمت مجموعة مجتمعة من قيادات داعش أصابت منهم ثلاثة بالقتل واثنين جرحوا ثم هناك عملية أخرى قبل يوم أمس في بنغازي طائرة هليو كومتر كذلك أصابت مجموعة من قيادات داعش أعتقد أنه التحركات شرعة فيها والاستطلاعات بالطبع يوميا يعني هناك استطلاعات طيران فوق ليبيا يقال أنه مجهولة الهوية لكنه بالطبع سيكون تابع لحلف الأطلسي أو لأطراف أخرى متعاونة معه تونس اليوم ستحاول أن تدافع عن حدودها بما أتيت من قوة ولذلك لابد أن تكون هذه الترتيبات الأمنية ناجعة وكذلك لابد من يقضت المجتمع بكامله واليوم نحن في حاجة إلى توحيد الصف على المستوى الاجتماعي على المستوى السياسي ولابد لكل حساسية المجتمع المدني أن يقف وقفة واحدة رجل واحد نظرا أنه هذه الحرب ربما تطول في الزمن وربما ستخيم بأثارها السلبية بشكل كبير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والأمني على تونس إذن لابد من وقفة تونس سوف لن تخذ الحرب لكنها ربما ستتحمل أثارها من خلال الهجرات الكبيرة ومن خلال التصدي لكل ما ينشئ عن ذلك من تسربات السلاح والمجموعات الأرابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر